النهاردة في بداية الحلقة وانا قلت النهاردة في اجتماعات مهمة جدا لتحديد مراحل حاسمة بالنسبة للفري الأول أولا اليوم في اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع مرسل كولر المدير الفني لمناشط الاستعداد للمرحلة اللي جاي أولا مرحلة الاستعداد والسفر لكاس العالم للأندية تحديد وتأكيد موعد السفر كلام المبدأي كان يوم 11 ديسمبر ولكن بالتأكيد بعد تعديل مباراة شباب بلوزداد وتقام يوم الجمعة 8 ديسمبر بدلا من يوم السبت 9 ديسمبر في اتجاه أنه ممكن الفريق يسافر يوم 10 ديسمبر مش 11 ديسمبر دي نقطة أكيد جار الاتفاق عليها لأن بالتأكيد تبكير السفر 24 ساعة يفرق كتير قوي في ترتيبات تخص البعثة في المملكة العربية السعودية لأنه هناك انتش مسافر عشان تتمرن يوميا وتستعد المباراة يوم 15 لا أنت عندك إجراءات كتير قوي أولا عندك اجتماع فني مع اللجمة المنظمة وجرى المعتاد دايما في كل مشاركة في كأس العالم بيبقى في اجتماع فني بيستمر من حوالي 4 إلى 5 ساعات عشان الجهة المنظمة بتعرض عليك كل شيء متعلق في البطولة وبالأخص الموضوع المتعلق بالتحكيم آخر التعديلات على قانون اللعبة تقنية الفيديو الفار اللي بيحصل من حكم الملعب حكم تقنية الفيديو الحكم اللي بيقوم به في أرضية الملعب اللعب المواجبات والمسؤوليات اللي بتبقى عليه ففيها تفاصيل اجتماع فني بيستمر من 4 إلى 5 ساعات فالصفر 24 ساعة مبكرا خاصة بعد تقديم مباراة شباب الأزداد هيفرق مع النادي الأهلي ده جزء أكيد إداري لازم يتم التنصيق ليه ولكن مهم جدا لازم يكون المدير الفني ليه وجهة نظر في تحديد معاد الصفر بدل 11 ممكن يكون 10 ده يتحدد النهاردة بنسبة كبيرة من خلال هذا الاجتماع كذلك فكرة القيمة المشاركة في كأس العالم مالي الأندية هنا عارفين الأهلي كان سجل قيمة ب33 لعب في آخر موعد كان يوم 30 أكتوبر وبالتالي النهاردة لازم تختصر هذه القيمة إلى 23 لعب آخر موعد لتسجيل القيمة النهاردة الساعة 12 منتصف الليل واتحاد الكرة أمام 72 ساعة لمراجعة القيمة واعتمادها قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولي بحد أقصى يوم الأربع اللي جاي يبقى بالتالي هيتناقش المرحلة الجاية الاستعداد لكأس العالم للأندية كمان عندك ملف تاني متعلق بانتقالات يناير وانت النهاردة بتتكلم في خلاص في أول إسبوع في شهر 12 فهيكون فيه كلام بالتأكيد على المرحلة اللي جاية واستكمال ما تم منقشته في الاجتماع السابق الاجتماع السابق اللي في ناس كتيرها حابت تكشف بعض التفاصيل ولكن أنا بأكد لكم والله يمكن معظم التفاصيل اللي تقالت بعيدة كل البعد عن الواقع وعن الأمور اللي بتناقش فيه النادي الأهلي بدليل أن في أسماء لعيبة بتتردد في السوشيال ميديو وفي المواقع وأنا بأكد لكم لغاية اللحظة دي كل الأسماء اللي بتتردد دي أصلا لسه ما فيش حاجة رسمية ولا حاجة محسومة وبالتالي الناس بتحاول تكتهد أنا بس اللي بيزعني وبيديني أنه ممكن تيجي الانتقالات سواء كان في الصيف أو في يناير تلاقي الناس عملت تفاعل كبير جدا مع الأسماء اللي بتتقال وتيجي في فترة الانتقالات تلاقي الأسماء اللي بتتقال مش هي اللي موجودة على الأرض الواقع فالناس تبدأ تهاجم الإدارة أو تهاجم الجهاز الفني أو تهاجم قطاع الكورة ولو أن قطاع الكورة ما فيش أي تصيح رسمي صدر من خلاله فالناس بتتعامل مع الاجتهدات دي على أنها أخبار رسمية اتعاملوا معها لأنها اكتهدات ليست أخبار رسمية بنسبة تتخطى الـ 50-60% لما بتوصل لمرحلة التوقيع الرسمي أو الإعلان الرسمي في الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية بتلاقي الأمور مختلفة تماما عما كان يدار في السوشيال ميديا سواء عبر قنوات اليوتيوب أو عبر المنصات الاجتماعية لبعض المواقع الرياضية ده عن تجربة أنا بقول ده عن تجربة وقلت الكلام ده في انتقالات الصفل اللي فاتت وقلت الكلام ده في انتقالات يناير في بداية هذا العام وكلامي حصل بنسبة تتخطى حوالتها يعني 70-80% ولكن الترتيبات النهاردة زي ما قلت انتقالات يناير الصفقات الاستعداد لبطولة كاس العالم للأندية قيمة الفريق اللي هيتم تسجيلها النهاردة أمور المتعلقة بالصفر كمان من الأمور اللي احنا عارفناها وقلناها في المرات السابقة رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية هيكون المهندس خالد مرتجي أمين سندوق النادي الأهلي وبالمناسبة ماتش الأهلي مع التحاد جدة هيكون يوم 15 يوم الجمعة 15 الديسمبر الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية 8 مساء بتوقيت القاهرة الماتش هيكون يوم الجمعة الساعة 8 بتوقيت القاهرة الأهلي في اليوم اللي هيسبق التدريب الأساسي هيتمرى على ملعب المبرأ الساعة 6 الساعة 6 وده اختيار مرس الكولر لأن الكولر لما بيختار مش بيختار السفر بس لا انت بتبعت برنامج شامل وكامل بتوقيت السفر والتدريبات اليومية هناك لغاية معادل المباراة وكمان بيتم اختارك من جرد الوصول بالمواعيد المتعلقة بالاجتماع الفني اللي بيتم ليلة المباراة وكمان بيتم اختارك بالاجتماع التقني المتعلق به شرح لوائح ونظام البطولة والأمور المتعلقة بالمسائل التحكمية في بطولة كأس العالم للأندية اشتركوا في القناة